جامعة سعيدة أبدأ معك الأستاذ العيد زغلامي استمعت لما قالته هيئة الوساطة والحوار من اقتراحات ستقدم خاصة أريد تعليق فيما يخص هذا النقاط المستوى الجامعي للترشح لرئاسيات إسقاط امتياز 600 توقيع للمنتخبين السلطة التي ستنظم الانتخابات ستكون سلطة مستقلة تماما وهي من تعنى بالتنظيم مع إبعاد الإدارة كلية هذا التعتقد أنه سيعطي جرعة ثقة للشعب الجزائري المواطن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة وتحية خالصة إلى كل المشاهدين أتمنى فقط أن تكون فيها جرعة ثقة لأن إلى حد الآن بطبيعة الحال هناك عنصر الثقة يكاد يكون منهار تماما لسبب واحد أن عشرين سنة والأمور تمشي في مجرى آخر وبطرق أخرى فخلينا نكونوا كما يقولوا باللغة الفرنسية خلينا نعتقد إن شاء الله هذه ستكون فيها قفزة نوعية ولكن الحذرون مطلوب الحذر واليقظة مطلوبة لأننا نعرف الإدارة الجزائرية حتى ولو تقساها من الباب فتعود من عن النافذة ونعرف جيد أن الإدارة ليست فقط إدارة بل هناك من يسمى بحزب الإدارة مهيكل مقنن لديه هياكيله لديه اختصاصه لديه ممويله فبالتالي لابد أن نعرف كيف نحيذ الإدارة بطريقة شفافة بحيث لا يسمح حتى لأي مواطن أعفن إلى موظف بسيط أن يجد نفسه في هذه اللجنة أو في هذا العمل الانتخابي وبطبيعة الحال أتمنى فقط أن هذه الهيئة التي تم إحداثها وهذه السلطة تعمل بنزاهة وبكل شفافية ولا يتم كذلك في هذه الهيئة أن إقحام ناس معروفين بانتمائهم أو بتعاملهم مع النظام البوتفلقي السابق لا بد من هذه الأيئة تكون فيها وجوه جديدة من كما تفضل سيد مسؤولة اللجنة الانتخابية اللجنة الإدارية القانونية من محامين من قضاة من رجال الأعمال لماذا لا؟ من ناس سياسيين وكذلك من المجتمع الدني المدني الذين لم يكونوا متورطين في النظام البوتفلقي السابق وإلا لم نكون بأي شيء واضح هذا الشيء واضح أستاذ أحسن تواتي خاصة كذلك كما تحدث عن هذه السلطة وما جاءت من تعديلات توضع على طاولة رئيس الدولة تعتقد أنه راح تكون جرعة ثقة نفس السؤال للمواطن الجزائري أنه يذهب الانتخابات الرئاسية؟ لحد الآن لم تظهر التفاصيل جيداً ولا يمكن الحكم مسبق عن الثقة لأنه الآن ما يقوم به هو مجرد أقوال فقط لم يرى المواطن الجزائري لم يرى أي تغييرات على الرغم من العمل الكبير أعتقد أنه اللجنة قد قامت بالعمل الذي تراه مناسباً ويمشكورة ولكن كان يجب أن تكون هناك خطوات أخرى عملية يرافق هذا الأمر لأنه تقديم مقترحات للرئاسة دون إعداد خارطة طريق لتشكيلاته اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي كان هو من صميم مهامها يعد وكأنه إعلان لفشل هذه اللجنة ويعد كيف خارطة طريق لهذه السلطة التي تنظم الانتخابات؟ نعم في الوجوه في أحزاب كثيرة وشخصيات وحتى منظمات ونقابات القضاة المحامين أعطاوا رأيهم فيما يخص هذه السلطات نعم ولكن توليفة والتشكيلة والسياغة القانونية والإدارية التي كان يجب أن تكون واضحة للمواطن لا يكفي حتى أنهم أصبحوا يتحدثون عن التوقيع فقط وعن الشهادة الجامعية والأذى الأمر لا يكفي المواطن لكي تسحب كما يقولون أو تعطيه جرعة ثقة كما قال الأستاذ أو أنك تدفح نحو الريضة والقابول لهذه الانتخابات لأن الحقيقة أن المواطن الكريم لا يوجد شيء ثقة في الكلمات لأن طيلة ستين سنة ونفس الشيئية كل انتخابات يقول لك هذه الانتخابات ستكون متميزة هذه الانتخابات ستكون مخالفة هذه الانتخابات ستكون أفضل ستكون على غير العادة ستكون أكثر ثقة ولكن في الواقع يكون الأمر مخالف أعتقد أنه كنت تحدثت مع سي كريم يونس وقترحت عليه قانون المنع السياسي أو قانون المنع الفلول كما يسمى على النظام المصري يعني الذي أخذ ولكن تجاوزوه لأنه حتى يشملهم هم يعني يشملهم هم إذن ما قبلوهش لأنه كان يجب وجوه جديدة التي يطلبها أعتقد ما حدثت في مصر إبعاده للوجوه القديمة لا ليس للوجوه القديمة بمفهوم الوجوه القديمة ولكن الوجوه التي كانت يعني يشمع إذنها حتى نعم يشمع إذنها حتى الأبدان يعني لا نقول على الأقل التي كانت في البرلمان التي كانت لها أحزاب سياسية لأنه الأمر ما تقول لش كنت نمارس المعارضة هكذا تصبح قطيعة تماما مع الماضي على كلين خلينا نشوف رأي الأستاذ العيد زغلامي فيما يخص شرط المستوى الجامعي لترشح للرئاسة تعتقد أن هذا الشرط مثلا إن مر هو مجرد اقتراح سيقصي بعض من الشخصيات الوطنية المعروفة طبيعة الحال هذا شرط مهم إجابة لكن غير كاف لأن القضية لا تكون فقط في شهادة نعرف جيدا أن بعض حاصلة شهادة أكيد في الكثير من شروط جميلة بطبيعة الحال أنا أحب ذو وأنا أناشد أو شجعوا مثل هذه الاختراحات ولكن هل هذا الشرط جاء نتيجة أو بعد على خلفية معينة هذا الذي أريد أن أقول هل هناك يعني هذا الشرط يعني يكون في قادم على مقاس على مقاس جهة معينة هذا الذي يخشاه ولكن خليني نقول مهم جدا قضية السن هذا مهم قضية طبيعة الحال المستوى التعليمي مهم جدا ولكن أمور الأخرى مهمة النازاهة طبيعة الحال السلوكات فيما علقته مع النظام البوتفليقي سبحان الله إلا كان السيد يخدم عشرين سنوات مع النظام البوتفليقي ومن بعد يحب يدير كما يقوله باللغة الفرنسية نوفال ذرجينيتي موش ممكن لا إذن فلابد أن تكون فيها وجوه معروفة باستقلاليتها وبنازاهتها وبجانب النازاهة ليتميز به لأن القضية ليست فقط أو أنه بنى في الجزائر المثنية يقول لك أعطيه لي فهم مظهر لقرأ وهذا موزان موجود في العقلية تعالى الناس صديقي العزيز رأينا كيف هناك استسمحك وأحترم الجميع ولكن بعض الأساتذة سامحهم الله بمنصب دكتوراه وغيرها تورطوا إلى النخاع في النظام البوتفليقي وهم الأعمى كانوا يلعبون دور المناولة كانوا أكثر منها وكالاء على الشعب الجزائر وما زالت هذه الموجودة تحاولون ترسك نفسها من الجديد فهذه قضية الدكتوراه هذا مليح أربما هذا لم يبقى قضية تعمله ما يسمى بالمرجعية أو ما يسمى الشرعية التاريخية حقيقة بعد ستين سنة لم يبقى نتكلم على أنسي موجهد ومش موجهد ولكن جميل أننا نتكلم على ما قدم هذا المثقف هذا المفكر هذا الأستاذ لبلده في سلوكاته في إثرائه في عماله إما تورط وساكت وتواطئ مع النظام البودفق خالي شين سنة ثم سمعت مؤخرا بعض الوجه تبعد رسكالاتها شوية يحشم ولا أرثم شوية ستسمحك من التعبير ولكن ليس لي أننا نقول أهل أسمي يقول عنده دكتوراه هاو كين الطريقة حتى الطريق يتحصي بها على الدكتوراه فيها كثل في بعض الحوال فيها بين القيل والقال على كل هذا الشرط المستوى الجامعي لترشح للرئاسيات هذا الشرط الترشح للرئاسيات يجب أن يكون بمستوى جامعي تعتقد أستاذ لحسن تواتي أنه فقط شرط هكذا لدر الرماد في العيون إقصاء بعض من الأطراف أم أنه يجب أن يكون الرئيس من النخبة نخبة الأكاديمية نعم هو أعتقد أنه النية نية سيئة لاقتراح هذا الأمر هي نية سيئة ولكن في الواقع يعني أمر جميل جدا أن نبعث يعني روح جديدة لأنه لا ننظر نحن نحو الأمة لا نقص بخمس سنوات أو عشر سنوات بأن نقص بسنين إذن الأمر هذا مهم لو كانت ترسخ هذه الثقافة حتى في البلديات والولايات والبرلمان يعني يكون هناك نظرة أخرى بالنسبة لموتار الشحيين لكن الآن أعتقد أنه النية كانت نية لأجل إحراج النظام في محاولة ل هتتقول نية سيئة لكن الباطل يقول الكثير كان يطالب أنه الرئيس على الأقل نخرج من هذا جو الفولكلور كنا شوفنا الناس اللي سحبوا استمارات الترشح كيف الكثير يطلب أنه يكون على الأقل الرئيس بشخصية أكاديمية عنده وزن دارس في الجامعة عنده شهادات أمر مهم جدا يعني أقول لك أنه الأمر مهم ولكن حاليا أتحدث عنه لماذا تشكيك في الليات؟ ليست تشكيك في النووي لأنه يعتقدون أنه سيقدم شخص يعني ينتظرون الشخص يعني أي مواطن ما يكذبوش أي مواطن يقول لك ننتظر هذا الشخص الذي سيقدم لنا يعني هي حملة استباقية أو كما يسمى يعني يقول لك صد الجدار أو منع التسلل يعني كما يسمى المصطلح هذا منع التسلل منع التسلل كثير من الشخصيات وليس بعض الشخصيات وفيه فتح باب باب جديد يعني لإعطاء نوع من كما يقول نوع من الأرياحية المواطن ولكن المواطن ينتظر خطوة مهمة وهي تغيير الوجود هذا الشروط مجرد اقتراحات قد تسقط وهي مهمة جدا قد تسقط في قادم الأيام نحن لا نعلم ستمر بالخصوص أنه نعم ستمر طيب يعني لا مفر منه كان فيه امتياز في السابق لبعض من الأحزاب المعروفة اللي كانت تلعب بهذا الأمر فيه يعتبر مخزن للتلاعبات فانتهى هذا الأمر ولكن خلينا نقول كما جاء في القرآن الكريم إن بعض ظن إثم وليس ليس كل ظن إثم بعض الظن ولكن خلينا كما يقول لك واحد يتحفظ من هذا الأمور نتمنى فقط أن الهيئة لقدمة هذه الاقتراحات يتم قبولها من طرف الرئيس الدولة البنيابة ثم طبيعة الحال بيتشار مع المؤسسة العسكرية بديهي أننا نطمح أنا كشخصين كأستاذ نطمح إلى أن أولا لا مجال يعني ليس هناك وقت باش يكون فيها تأجيل آخر للانتخابات هذا بديهي لابد أن نحسن في الأمر هذا ولكن ليس لحساب نازه العملية الاقتراح الانتخابي وليس على لأن نقوم بعمل يعني بدون مرجعية بدون ثوابت بدون قواعد سليمة وحبي ذو تطول قاضية شهر ثلاث شهر خمس شهر ولكن بشرط أن الأمر يتم حسمه نهائيا إلى غير خمس سنين قديمة أما نقوم بها نعجل في أمر ثم في نهاية المطف نجد أنفسنا في نفس المأزق فهذا لا أحبي لهذا مهم جدا نستعين وهذا هو بيت القصيد كثير مننا نفتقد يعني الجزائر لديها مؤهلات كفاءة ولكن إلى حد الآن رجال السياسة أو بصفة عامة لا يستشيرون هالاختصاص بما فيها مراكز البحث ما يسمى باللغة الإنجليزية think tank كين كفاءات خبراء في كثير من المجلات مجلات اقتصادية ما يسمى بالذكاء الاصطناعي ما يسمى بالمجال السيبر نيتيقي هذه كلها كفاءات ثم تهميشها وإهمالها وطرك المجال احتكار من طرف الرجل السياسي الذي يفكر لوحده يحلل لوحده ويقرل لوحده وكأن الحراك غايد تماما هذا المحور قادم إن شاء الله سأعود الحديث عن هذا المحور فقط الأستاذ الحسن تواتي تعتقد أن كل هذه الاقتراحات والتعديلات التي ستطرح على طاولة رئيس الدولة سيتم تبنيها مئة بالمئة أم أنه سيتم إسقاط بعض من الاختراحات سيتم إضافة أمور سيتم إضافة أمور سيتم تبنيها غالبية المطالب لأنه سقف المطالب كان كبير جدا يعني دهشت لما رأيت أن المطالب تم تخفضها لأنه كان عندهم مطالب عديدة وكبيرة جدا وحتى التي تجاوزت اقتصاصهم كما سموها في باب التهديئة وباب بعض الجوانب التي كانوا يعتقدون أنه يمكن أنهم يفرضوها عن نظام يعني تم تخفيض سقف المطالب إذن هناك اتفاق ولو نسبي مع النظام لأجل تمرير هذه النقاط أعتقد أنه السن كذلك هو السن المهم جدا كان يجب تخفيض السن على الأقل 35 سنة أو 30 سنة لنرى يعني شبان على الأقل يأخذون تجارب لا نعتقد أنهم سيكونوا رؤساء الجمهورية ولكن نحضر شخصيات ليمكن يعني يكون في عمره 35 سنة من على 10 سنين يكون في عمره 45 سنة ما يكونش في عمره 60 سنة يعني كل مرة نبقى في ندوره في نفس الفلك وهو الشيوخ هي التي يعني شابه والشيخ باش يقدر على كلين خلينا نمر لأستاذ ميلود الحمامي أستاذ وباحث في القانون الدستوري بجامعة السعيدة حسب الزملاء سنعود له بعد لحظات أستاذ العيد زغلامي نفس الفكرة التي كنت تتحدث عنها دور النخبة خلال هذه الفترة كنت تتحدث عن العودة لأهل الاختصاص لمعرفة رأيهم ونعلم أنه صاحب الاختصاص هو